أضيف حطة صغيرة برغم أنه تنقل من ناحية الشمال اللي هو بيطلع في أحسن حاجة عنده هجوميا وراح ناحية الليمين بيستكشف مكان جديد بأفكار جديدة برؤية فنية اللي مرس الكولر بيحاولي يطبقها آه جالوا بعض المشاكل في بعض المشاهد خلال المباراة وقامنا اللقطات بتاعته لكن على الرغم من الصعوبة اللي هو جاد ناحية الليمين في أنه تعكس أو معلش ممكن يكون حصل له ربكة في التواجد أو الأماكن نفسها كل عب ما بتعود على مساحة جارية متعود على أماكن معاناة وبيتحرك فيها ناحية الشمال بيخش في العمق في الكرة بتبقى معدولة على يمينه فبيقدر المصاب بيتعامل على المرمى ناحية المين حصل له بعض المشاكل دايما تليه بيخش في العمق الكرة بيتعامل عليه ضغط بتتقطع منه واجه المشكلة دي كتير فكتر من مشهد ورغم كده كان هو نجم المباراة وسجل هدفين وكان أخطر لعيب من النادي الأهلي دايما تليه عنده مشاكل فروج بكورة بيقابل مشاكل دايما على الخط حتى مش متعود عليها بس مع الشغل الفني ومع التاكتكس الراجل بدأ يشتغل معا بي في الفترة اللي جاية انه بيحاول يوجد حلول ناحية المين عشان خاطر الأزل اللي عنده حتش ماله ويعود بيها انه مع الوقت هيتحسن دايما بينزل السينما وبيفرغ المساحة على عمر كمال انه هو ينطلق له قدام تمراته ما كانش أحسن حاجة تحسن انه كان عنده بعض المشاكل في الكرارات ناحية اللي مين خدت معاه بعض الوقت ورغم كده كان هو نجم المباراة فداي بيين لك ان اللعيب عنده شخصية في المباراة انه حتى لو في بعض المشاكل في المباراة كان سيء وقدم ميز باس كتير وما دارش يخرج بكورة بشكل جيد اللي رغم كده حافز على هدوءه حافز على التمركزات والتاكتكس اللي يشتغل به وقدر انه يسجل هدف ويسجل هدف من راكل الجزاء بتكنيه كويس